يعني بشكل عام أولا نحن أمام رئيس صادق قارئ للواقع يعترف بمرارة الواقع وطريقة علاجه ومواجهة هذه المشاكل حتى وإن كلفه ذلك انخفاض في شعبيته كما ذكر ذلك أكثر من مرة الأمر الثاني لما تعرض الرئيس الوضع الاقتصادي بهذا الشكل ويوجه انتقادات واضحة لكل من يريد أن يلقي بالمسؤولية على الدولة في كل شيء فهو يبدأ الطريق الصحيح لمحاولة الإصلاح والإصلاح بالتأكيد سيكون إصلاحا شاملا بدءا من الحديث عن معدل النمو السكاني انتهاءا بحجم ما يقدم من دعم ويأخذ ربما لفئات لا تستحق الدعم